السلام عليكم رامي يزهقو فرنسا رامي يزهقو فرنسا تعالصح يا خلط تعالصح رامي يزهقو رامي يزهقو شوفوا شوفوا أدل المدير الفني للمنتخبات الخرنسية فورني برأيه حول العديد من القضايا التي تخص الكرة الفرنسية وعادل الحديث حول انضمام اللاعب أمينغويري إلى المنتخب الجزائري بعد 75 مباراة لعبها مع مختلف منتخبات الفئات الشبانية الخرنسية 75 مباراة لعبها مع كل الفئات اللي سنية يعني من الفئة الصغرى إلى الفئة الشبانية واللي منها يعني راح تكون خزان تعالمنتخب الخرنسي امينغويري اختار منتخب الجزائري حاجة بينها يندب حاجة بينها يندب او كونه وهو خسره ليه او قره او كل شيء ومن بعد في الاخير يلعب لك 75 مباراة ويكتسب الخبرة وكل شيء باش يجي مدى للجزائر جتهم توجع 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 بالبزاف وقال في تصريحات خاصة بها صحيفة الكيب الخرنسية هل تخسر فرنسا اللاعبين بعد تكوينهم اهو الكلام اللي قلتو انا قبل يعني لا على الاطلاق بالعكس ذلك يمثل فخرا لنا ان نكون اكثر يعني الاتحادات المكونة للاعبين في كأس العالم وهي معروفة بالخرنسا من افضل اللاعبين رغم يخرجوا هناك يعني الصح يكونوا اللاعب كما كما كان يعني سواء جزائري او افريقي او عربي معروفة هذه واضاف المنتخب فورني المنتخب الفرنسي يمثل نخبة النخبة ولا يملك كل لعبين الذين يكونوا بالامكانيات للانضمام الى المنتخب الاول يعني ماذا به هو يدخلهم قاعتين للمنتخب الخرنسي لكن المنتخب الخرنسي يزم له عندك يزم لك اللاعبين فقط الاكفاء تقريبا لرامين وشطوف الدوريات الكبرى من المدوري الانجليزي الاول اتفهم ايضا قرار بعض اللاعبين الذين سيستجبون لذلك الاحساس الشخصي وبسآلة عن طريقة التي يجب ان ينتهجوا يعني الاتحاد الخرنسي لحماية اللاعبين مزوجة الجنسية وتفادي استقطابهم بين الاتحادات الاخرى استدلا في فورني بقضية نبي الفقير الذي كان قابق سين رح يلتحق بالجزائر في عام 2015 هي فورني زيد واسلوب ايضا اسلوب تكويل الذي ينتهجوا الاتحاد الخرنسي وامكانية الاتحاق بالمنتخب الخرنسي يعدين افضل دعاية بالنسبة الينا كانت لديه حالة نبي الفقير في اليون اذ كان على وشك الانضمام من المنتخب الجزائري والامور تغيرت في ظرف نصف يوم بعدها اصبح فقير بطلين للعالم مع خرنسا في الدكة وما خليته وشي لعب وما اصلا ما كانت شكينا بلاستو ثم كان كنت تضيع به في الوقت على كل حال وتابع فورني شيء جميل النار المنتخب الجزائري بطل لافريقيا بلاعبين تم تكوينهم في خرنسا وهذا يدل على ان هناك نوعا من التعامل الاجابي بين الاتحاد الخرنسي والجزائري قرد يذكر ان غويري افصح رسميا يوم الاربع الماضي عن قراره بالانضمام الى صفوف المنتخب الجزائري وبذوره اوضح الاتحاد الجزائري في بيان رسمي ان مدرب المنتخب الوطني جمال بالماضي قرر دعوة لعب استادرين لمؤسكر الخضر المقبل في شهر اكتوبر يا اصدقائي وكما ركما تشوفوا يا خاوتي اللي هنا يا امين غويري مع الاتحادية الجزائري الاتحادية الجزائرية فاف كما ركما تشوفوا هنا ما شاء الله امين غويري اصبح تحية الجزائر من امين اغويري شكرا اللي صدق هذا الامر بعد ما كنا نقوله باللي تقريبا امين غويري خلاص انتهى ومناش رح نشوفهم المنتخب الوطني الجزائري قلناها قلناها انسان يعترف قلنا هذا الكلام من زمان وبزاف اللي قلوا للناس اللي قالوها لكن ربي يحب الخير وان شاء الله امين غويري يكون من احد القادمين واللي رح يعني اللي رح ان شاء الله رح تكون ادنى فارق شاب يعني رح شباب وعناني فارش شيبي ايت نوري عمورة يعني لعبين الصغار ان شاء الله رح نستفيد منهم اعطونا رأيكم في الموضوع سلام وتنسوش اللايك والاشتراك في القناة دائما ليس لكم كل جديد سلام وخوتي باش ما ننساش ايضا انا كي تكلمت على خرنسا قراتهم ورباتهم ودواتهم ولو لعبتهم وكل شي بلمزيتها هذه يعني كي انا نجيبه باللاعبين هذون رحي بلمزيتها كي مارك ما تشوفوا في الصورة رحي الصورة معبرة الصورة رحي معبرة مهما جبت من خرنسا ومهما كلاو وشربو وطرباو كلش ما هم يشراحين يعطو لك حتى عشر بالميان من الخيرات اللي نابوها في افريقيا كامل خاصة الجزائر هذه بلمة نحكو فيها يا خوتي لهذا انا حطيت هذه الصورة المعبرة واللي رحكم تشوفوا في خرنسا الديك الخرنسي يكل في يعني خيرات الجزائر واللي معروفة كامل ما نشحب نطول في هذا الموضوع يا خوتي نتمنى منكم إن شاء الله الدعم والاشتراك في القناة ونكون إن شاء الله دائما مع بعض ونتمنى كل توفيق إن شاء الله للمنتخبات المنتخبات العربية عامة والمنتخب الجزائري خاصة دائما نتمنى أيضا إن شاء الله ربي يحفظ كل بلاد المسلمين والعرب كافة يعني بدون أن أذكر الأسماء كافة ربي يحفظ كل هذه البلدان من الكوارث ومن ربي يحفظنا من كل الشرور يا خوتي هذا هو فيديو اليوم أعطونا رأيكم فيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله هذه الأسابيع إن شاء الله ندروا اللعيفات إن شاء الله ونكونوا أم معكم سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة